نحن الآن في سوق النقد قسيمة التابع لمديرية المسراخ هذا السوق الذي يقع في هذه المديرية وهذه هي الطريق الرئيسية الرابطة بين تعز ومدينة التربة يقع هذا السوق على جنبات هذا الطريق يشكو الناس هنا من التراب الذي يتعرضون له مع مرور السيارات والسمرار حركة السير ليلة نهار حركة التنقل المستمرة في الشريان الرئيسي لمدينة تعز تعرضوا للخسائر إثر تلف بضائعهم من الخضروات والفواكه التي يعرضونها للبيع كما أنهم يتعرضون للإصابة بالأمراض إثر كميات الغبار الهائلة التي يتعرضون لها بشكل يومي نتيجة توقف أعمال الإصلاحات في مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق تعز التربة هنا نحن نستطلع آراء الناس ونتلمس أوضاعهم نتيجة هذا التوقف في إصلاح هذا المشروع معنا هنا أحد الباعة في هذا السوق ما هي معاناتكم التي خلفها التوقف في مشروع أو في مشروع نعم إعادة تأهيل وصيانة هذا الطريق والله أخينا ما أدلش المتأخر بمشروع هذا ولكن نحن أمراض من الغبار هذا ونحن تعبانين يعني حالتنا حالة نروحنا نسعون من الكلاب البيوت تعبانين من الغبار هذا أمراض ما تقرش تقليس ما تقرش تستبيح ما تقرش القراطيس القمامة الغبار من الثرابة هذا نحن أمراض أمراض استعال حالتنا حالة الحالة هذه على الدولة تحلي اللهي ما أقول لك الله خيرنا وين الدولة ما بي الدولة ما بيش شكرا جزيلا إذن هذه بعض شكاوي الناس هنا في هذه المنطقة وهي شكاوي متشابهة للسكان على امتداد هذا الطريق الآن بعد أن عادت أعمال الصيانة في بعض أجزاء الطريق ما تزال هذه الأجزاء متوقفة عن العمل إثرى عدم عودة نشاط الإصلاحات فيها هناك دعوات مستمرة للمواطنين لاستكمال هذا المشروع لا يتمنون أن تلقى هذه الدعوات المستمرة استجابة سريعة من قبل الجهة المختصة أيمن قائد يمن شباب تعز ترجمة نانسي قنقر